نقص كبير في صفيحة منطقة غريلاند نتيجة للحصار الأنهار الجليدية دفع العلماء إلى دق نقوس الخطر والتحذير من آثاره الخطيرة على كوكب الأرض وكشفت دراسة منشورة في دورية نيتشر العلمية أن صفيحة غريلاند الجليدية فقدت أكثر من خمسة آلاف كيلومتر مربع من مساحتها بين عامي 1985 وذلك في أول تقدير كامل لمساحة الغطاء الجليدي المفقود ذوبان الثلوج أثناء عمليات تفكك كتل من الجليد عن الأنهار الجليدية أدى إلى فقدان كمية من الجليد بلغ وزنها أكثر من ألف جيجا تون وهذه الدراسة هي الأولى التي تقدم تقديرا كاملا لمقدار الثلوج التي فقدتها غريلاند بسبب انحصار الأنهار الجليدية على وجه التحديد واستعانت الدراسة بأكثر من مئتي ألف قمر إصطناعي وإجراء أعمال مراقبة ورصد لمواقع الأنهار الجليدية بالدكاء الإصطناعي لتحليل التغيرات بمرور الزمن صفيحة غريلاند الجليدية هي واحدة من صفيحتين جليديتين متبقيتين على مستوى العالم والأخرى هي الصفيحة الممتدة على القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا وتغطي الصفيحة التي تتكون من مئات الأنهار الجليدية ثمانين بالمئة من أراضي غريلاند وإذا دابت صفيحة غريلاند الجليدية تماما فستتسبب في رفع مستوى مياه البحار على مستوى العالم بنحو 7.4 متر ويقول علماء إن ذوبان صفيحة غريلاند الجليدية سيرفع حتما مستوى مياه البحر 27 سنتيمترا على الأقل بسبب الاحتباس الحراري الحاصل بالفعل وذلك في ظل تأثير التغير المناخي في حرارة القطب الشمالي بصورة أسرع أربع مرات من بقية أجزاء العالم